أهلا بكم كعادته كل يوم أربعاء في لقائه الأسبوعي تحدث قداسة البابا فرنسيس بابا روما عن زيارته التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنتائج الطيبة التي أفضت إليها حيث هدفت بمجملها إلى تعزيز الحوار بين الأديان والعمل على نشر ثقافة السلام واللقاء على أساس الأخوة الإنسانية إذ أنها المرة الأولى التي يزور فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية شبه الجزيرة العربية في الذكرى المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس والملك الكامل سلطان مصر وختم قداسته رسالته بالشكر لكل من عمل على إعداد هذه الزيارة التي توجد بتوقيع وثيقة الأخوة بين جميع البشر كأبناء الله أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثاً ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك الأب الأقدس المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص كلمة قداست البابا تكلم قداست البابا عن زيارته الأخيرة القصيرة والمهمة جداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة واحد وأرض اللقاء بين الشرق والغرب وبين مختلف الحضرات والأديان كانت الزيارة تهدف لتعزيز الحوار بين الأديان والعمل على نشر ثقافة السلام واللقاء على أسس الأخوة الإنسانية إنها المرة الأولى في التاريخ التي يزور بابا الكنيسة الكاسوليكية شبه الجزيرة العربية في الزكرة المئوية الثامنة لللقاء بين القديس فرنسيس والملك الكامل سلطان مصر لذا شكر البابا صاحب السمو ولي عهد أبو زبي رئيس الدولة ونائب الرئيس وجميع السلطات وكل شعب الإمارات على كرم ضيافتهم وحفاوة استقبالهم وعراقة أصالتهم شكر البابا أيضاً النائب الرسولي في جنوب الجزيرة العربية وجميع الذين ساهموا في إعداد هذه الزيارة وعملوا ليلاً نهاراً لإخراجها بهذه الصورة المشرفة كما تقدم بشكر خاص لصديقه وأخيه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر الشريف والذي وقع معه على وصيقة الإخوة الإنسانية التي تدعو لعيش الإخوة بين جميع البشر كأبناء لله وإدانة كل أشكال العنف واستغلال الدين والاستخدام السيء لإسم الله القدوس وتأكيد لالتزام المشترك بنشر قيم السلام والعدل والمسواء بين البشر والمواطنة وحرية الاعتقاد واختتم البابا زيارته بالاحتفال بالقداس الإلهي الذي شارك فيه بطارك وأصاقف وكهنة وعدد كبير جداً من المؤمنين وحيسو صلى الجميع من أجلي السلام في سوريا وليبيا واليمن والشارك الأوسط وفي كل العالم والآن تحيات البابا باللغة الإطالية إلى أبناء الشارك الناطقين اللغة العربية ترجمة ويدينLa quality اترجمة كبيرة للحالك المترجم للقناة على الثراء الطيب للإمارات العربية المتحدة زرعت بزرة الإخوة الإنسانية نسأل الله أن يجعلها تنمو وتسمر وتصبح شجرة تحتضن الجميع ليبارك الرب جميع الأشخاص الذين جعلوا هذه الزيارة الرسولية ممكنة